الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المرضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لاميم ذلك الكتاب العيب فيه دل المتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما عزقناهم ينفعون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخراتهم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفوا سواء عليهم أن ذاتهم أم لم تنذيهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصائهم غشاوة ولهم عذاب عظيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم مؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخادعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب آلم بما كانوا يكذبون وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأدقال إنما نحن مصلحون ألا إنهم مفسدون ولكن لا يشعرون وإذا قيل لهم آمن كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم السفهاء ولكن لا يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدون في طغيانهم يعمهون أولئك الذين اشتاوا الظلالة بالهدى فما بحت جاعتهم وما كانوا مهتدين مثالهم كمثل الذي استوقدنا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابع في آذانهم من السواعق حذا الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يختف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذا باب سمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير يا أيها سعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الغضف غرشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون وإن كنتم في غيب مما نزلنا على عبدنا فاتوا بصوات من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودوا الناس والحجارة وعدت للكافرين وبشر الذين آمنوا عملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها لنهار كل ما رزقوا منها من تماثر رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل هذا الذي رزقنا من قبل أوت به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون إن الله لا يستحي أن يضيم مثلا ما بعوضة فما فوقها فما فوقها فأما الذين آمنوا في يعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا في يقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمى الله به أن يوصل ويفسدون في العد أولئك هم الخاسرون كيف سكرون بالله وكنتم أمواتا بأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون هو الذي خلق لكم ما في العد جميعا ثم السوا إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم وإذ قال ربك للملائكة إني جائل في العد خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون وعلم آدم الأسماء كلها ثم عادهم ثم عادهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبئهم بأسمائهم قال ألمح لكم إني أعلم غيب السماوات والعاد إني أعلم غيب السماوات والعاد وعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون وإذ قلنا للملائكة سجودوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبا واستكبر وكان من الكافرين وقلنا يا آدم اسكنات وزوجك الجنة وكل منها رغدا حيث شئتما ولا تقعبا هذه الشجرة فتكون من الظالمين فازلهم الشيطان عنها خاجهما مما كان فيه وقلنا هبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الغد مستقعون ومتاع إلى حين فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب والرحيم قلنا هبطوا منها جميعا فإما ياتينكم مني هدى فمن تبعه دايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كفروا كذب آياتنا أولئك بآياتنا أولئك أصحاب الناي هم فيها خالدون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأفوا بعهدي أوفي بعهدكم أوفي بعهدكم وإياي فارهبون وآمنوا بما أنزلتم صدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافرين به ولا تشتعوا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وكعوا مع الراكعين أتامرون الناس بالبي وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لك بيات إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون يا بني إسرائيل أذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفسي شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يأخذ منها عدل ولا هم ينصرون وإذ نجيناكم من آل فعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويسحيون نساءكم وفي ذلك بلاء من ربكم عظيم وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم أغرقنا آل فعون وأنتم تنظرون وإذ وعدنا موسى أربعين ليلة ثم اتخذتم العجلة من بعده وأنتم ظالمون ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون وإذا أتينا موسى الكتاب والفوقان لعلكم تهتدون وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتموا أنفسكم باتخاذكم العجلة باتخاذكم العجلة فتوبوا إلى بائئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بائئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم وإذ قلتم يا موسى لنؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصائقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون وظلنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما آزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون وإذ قلنا دخلوا هذه القاية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجادا وادخلوا الباب سجادا وقولوا حطة يغفى لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا فأنزلنا على الذين ظلموا ويجزن من السماء بما كانوا يفسقون وادستسقى موسى لقومي فقلنا ضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنة عشرة عينا قد علم كل أناس ما شربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في العرض مفسدين وادخلتم يا موسى هل النصب على طعام واحد فادعو لنا ربك فادعو لنا ربك يخج لنا مما تنبيت العدو من بقلها وإحتائها وفومها وعدسيها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير هبيطوا مصان فإن لكم ما سألتم وضعبت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يقفون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون إن الذين آمنوا والذين هادوا النصارى والصابين من آمن بالله من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وإذا أخذنا ميثاقكم ورفعنا فرقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة وذكروا ما فيه لعلكم تتقون ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كنوا قيادة خاسئين فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها ومعظة للمتقين وإذ قال موسى لقومه إن الله يا مركم أن تذبعوا بقرة قالوا أتتخذون أهزؤا قال أعوذ بالله نكون من الجاهلين قالوا ادعو لنا ربك يبرلنا ما هي قال إنه يقول إنها بقعة لا فائد ولا بك عوان بين ذلك ففعلوا ما تؤمرون قالوا ادعو لنا ربك يبرلنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقعة صفراء أفاقع لونها تصر الناظرين قالوا ادعو لنا ربك يبرلنا ما هي إن البقعة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون قال إنه يقول إنها بقعة لا ذلون تثير ولا دولا تسقي الحاث مسلمة لا شيئة فيها قالوا لا نجئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخج ما كنتم تكتمون فقلنا ضيبوه ببعضها كذلك احي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فيق الحجارة وشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجع منه الانهار وإن من الحجارة لما يتفجع منه الانهار وإن منها لما يشقق فيخج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عن ما تعملون فتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فايق منهم يسمعون كلام الله يسمعون كلام الله ثم يحيفونه من بعد ما قالوا وهم يعلمون